كنت عايز اعرف من حضرتك صوتك الانتخابي لرئيس نادي الزمالك هيكون لمن في الاسماء المطروحة في الاسماء المطروحة يعني كل الناس افاضل وكل الناس كويسين وحلوين اي حد هيجي لان انا بشتغل مع اي حد اذا كان فاروق جعفر او حسين الابيب او ايا كان عمر هاريدي والحنبولي باشا وطبعا دكتورة لكن اكيد في اسم حضرتك يعني اكتر يعني اقرب لحد دلوقت لسه ما قررتش ما قررتش لكن ما نقولش مثلا لكن اكيد اكيد ممكن اعمل له كرة كنت لسه اقول يعني ككابتن فاروق عفر ان هو اي بمناسبة الكرة يا كابتن اي راعد فوق سوريا اي راعد فيه كمدرب اجنبي وهل انت اصلا في الاساس بتميل المدرسة الاجنبي ولا المصري بص احنا بنفتقد دلوقتي بعض الحاجات اللي هي المفروض كان يحصل فيها تغيير وهو ان كده كنت تضيف لك اتنين تلات لعيبة من برا جداد طبعا بمراكز معامة جدا وهي الديفندر والسردباكات لان انت معها والفروض الزمالك داخل الموسم ده بدون تلات لعيبة مهمين مدافع وسط ملعب مهاجم بالضبط فده كان لازم يبقى فيه تناسب احسن من كده تعا اعداد الفريق بشكل فردي وليس يا جماعي علشان ابتدي ارجع الزكرة للعيبة دي مرة اخرى لان هم محتاجين واي واحد انا من اللعيبة اللي كنت بتتمرن وانا كبير وعند تلاتة وتراتين سنة كنت بتتمرن تدريبات خاصة لبعية لانا وانا عن تلاتة وتراتين سنة بتتمرن المشكلة نعم التدريبات اللي هي الطبيعية عايشة فين الشغل ده مش موجود فحتيجي النهاردة ما تطلو بيش من حد ان يعمل حاجة وهو ما بتضربش عليها يعني مش ما تطلوهم فالتقصير ممكن يبقى من بعد الجهاز نفسه اللي مع اوسوريو لا مع اوسوريو يعني يعني حداك شايف ان هم محتاجين لا محتاجين زيادة مثلا ها محتاجين زيادة شغل بتاع الزري ومفروض ان هو كان لازم يعد اللعيبة دي بالشكل يعني هو ظالم ولا مظلوم يا كابتري انت حراك بتتكلم على نقص في القيمة ما هو المدرب ظالم ولا مظلوم دراك هو بص اي مدرب اجنابي دايما اللي بيعايز اللعيب الجاهز مش عايز اللعيب الغير جاهز هو بيدور على بتاع هاد ده وخلا ده تعور طبق اركن ده واد ده حط ده هنا هو هو بيدور كده مش بيتعامل معاك على انك انت ليك ثقل بشكل كدير لا هو يبدل داب 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 ودا التغيرات اللي بيعملها عشان ينجح فبينجح على الشعرة